إيران تدعي البراءة من تهمة تسليح الحوثيين بعد أيام من اتحامات وجهتها لها البحرية الأمريكية إيران تؤكد التزامها بقرار حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن ودعمها لجهود إحياء المفاوضات لتحقيق السلام تعد إيران الدولة الوحيدة التي سمحت لعناصر الحوثيين باقتحام مقر السفارة اليمنية في عاصمتها وأرسلت سفيرا لها إلى ميليشيا الحوثي وسبق أن وجهت لها عدة اتهامات من الحكومة اليمنية والسعودية والولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي وخرق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن وكشفت معلومات في وقت سابق عن وجود خبراء إيرانيين ولبنانيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعمل بعضهم في مجال تطوير القدرات العسكرية فيما يسيطر آخرون على أجهزة الأمن والمخابرات وسبق أن اعترف مسؤول إيراني كبير في العام 2015 بتقديم دعم فكري واستشاري من إيران لميليشيا الحوثي المنتوبة الإيرانية لدى الأمم المتحدة قالت إن بلادها تتعاون بشكل فعال مع لجلة العقوبات الدولية التي تم تشكيلها بشأن قرار حضر الأسلحة الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية قال الأسبوع الماضي إنه اعترض سفينة صيد في خليج عمان كانت تهرب كميات ضخمة من المواد المتفجرة تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود في ديسمبر الماضي ضبط الأسطول الخامس شحنة بنادق وذخيرة في سفينة صيد قال إنه يعتقد أن من شأها إيران وإنها كانت في طريقها لإمداد الحوثيين وفي فبراير من العام 2020 قال البنتاجون إنه يرجح وقوف فيلك القدس الإيراني وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين دون أي اعتبال لقرارات مجلس الأمن الدولي وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتجزت حتى ذلك الوقت سبع شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين بعضها مطابقة لتلك المستخدمة في الهجوم على منشآت أرامكو السعودية منتصف سبتمبر 2019 ومنها أسلحة تنفرد إيران بصناعتها